خليني أروح لنادي الزمالك ومرسلنا هناك الأستاذ أحمد وقية وقلنا أحمد إحنا تعمدنا يا أحمد إمبارح ما نطلحك لايفارت وتعمدنا ما لاتكلمتي خالص وتعمدنا أن إحنا ما نقولش أي حاجة عشان لا نتعمل إحنا بنهجد الزمالك كل القنوات زاحت اللي حصل اللي إحنا ما تكلمناش يا ترى ردود الأفعل إيه يا أحمد فينادي الزمالك على موضوع السباح أو الشريف وهل تم حقالته ولا لا وإيه اللي بيحصل في قطاع الناشئين لأن الكابتن حسين السيد طلع معاني حدرود قال كل حاجة غلام حياة الحضرود طبعا كابتن الناصر والكل مشاهدينك الأمور طبعا سنادي زمالك لسه لسه زي ما هي يا كابتن وزادت بالعاكس زادت بعد الحديث وتصريحات طبعا حديث السيد الناس شايفنا أو جماعي العموية شايفنا إن هو أساء ليهم وطلع المشكلة عندهم هم مش في المجلس يعني دي نقطة أغضبت وزادت الغضب زيادة جدا يا كابتن إن أعضاء حسوا إنهم يعني هو خلى اللهم كله على الأعضاء طبعا في فريق السباح 2014 كابتن حالة من الغضب كبير متواصلة لأن كابتن محمد سامي اللي هو المدرب الخاص بفريق السباح 2014 تم رحيله تم رحيله وأولياء الأمور يا كابتن يعني يمكن أكلمت أحد أولياء الأمور زعلانين جدا يا كابتن بيقولك العيال ولادهم مش عايزين يا كابتن مش عايزين يروحوا تاني مش عايزين يخش النادي التاني بسبب هذا الأمر المدرب اللي كان معاهم بيقولك أقل ما يقال في حقه إن هو شخص محترم وعنده ضمير ومن ربي عيال بيقابلها بقاله بقاله أكثر من سنتين أكثر من سنتين مع هؤلاء الأطفال يعني ربهم يا كابتن على قديهم ويعني راجل محترم وكويس وبقاله سنين أو بقاله شهور قصدي ما بيقبطش زي ما احنا قلنا وزي ما احنا قلنا ما بيقبط فبيقولك وكمان داخلين على بطولة فتم تصفيته وتم آآ آآ رحيله فده طبعا عامل برضو آآ آآ أزمة جديرة جدا جدا يا كابتن داخل ناجل زمالك وأولياء الأمور أطفالهم أطفالهم اللي هما عندهم بطولة كام آآ شهر مش عايزين يروحوا النادي مش عايزين نخش النيني تاني بعد رحيل كابتن محمد سامي مشي ليه؟ ما مشيش ليه؟ طب آآ مين اللي هل مش عشان حد تاني مدرب تاني وده الكلام اللي باير يعني واللي حصل ان فيه هل مدرب آخر هيجي مكانه؟ مين بقى المدرب الآخر؟ هل مدرب فعلا زى مثلا؟ عنده خبرة إن كابتن حسين السيد بيقول ما ظلمناش أبناء الأعضاء وأمشناهم لإني مش عالجامل أنا عايزة سمع هاي شكري بالتحديد إن أنا أبقه له اللي يفده الكابتن الأسان السيد الراجل والله العظيم كلامه نص صغر كاشف 2013 الكابتن أسان السيد بيقوليه أصدق أبناء الأعضاء مجاملة والأعضاء عايزين يجاملوا ولادهم طيب لما انت مشيت المجاملة من المفترض تجيب لنا الناس اللي مش مجاملة وتجيب لنا الموهوبين أنا أوريكم الكشف الكشف بتاع 2013 الكشف بتاع 2013 يبعتوني يا أحمد عندك رئيس يبعتوني عنازين 11 بص يا فندم قادي الكشف هو بهديه للكابتن المحترم حسين السيد والهاني شكري بالتحديد إذا كان الكهاني شكري اختار الصم فمتع اسمع لهم يكتم الشهادة مش أنا اللي عدو الزمالك أنا لبست كنبشات وتحبست في زنزين ومخدتش حقي كمان بتلوصوني وألشت بأمي أسابيع والله لو عبطلها بص يا فندم قادي الكشف هو قادي الكشف هو يا جماعة هو أهو ولد أعضاء نادي الزمالك تم بردهم من القطاع عشان مجاملة وما بيعرفوا شي لعبوا فاحنا جايبين من المفترض ناس موهوبة مش بفلوس اسمع عضاء كتير من نادي الزمالك قلبين مداخلات عفتح لكم مداخلات على 0-3 وحايد 0-4 وحايد بص 2013 الكشف بتاع 2013 اللي مليان موهوبين ومفوش مجاملة أهو 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 وستفى النم أكبر بس حمزة أحمد مصطفى ابن مدرب وعضوة في النادي كتبين كده الواصطة ابن مدرب أحمد محمد نبيل وستفى غير عضو ابن أخت أحمد فت البسير اللي كان موجود في الفلسطين رحالة محمد عصام عضو ابن مدرب له أي ومش كتبين له أي مين وستفى غير معلومة وشديد القصر وإبلوه أهو 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 اقرأه الواصطة مين اللي قارد الكابتل إسين وبدر حامد أبناء النادي العضوات العاملات اللي بيبكوا على عيالهم والأعضاء المهترمين وبيقول لك عشان ما عندنش مجاملة أهو بس باشا بس واصطة غير معلومة يعني يبين عليها واصطة كبيرة فمش كتبين اسمه وشديد القصر ومخبول مصطفى أكمل مصطفى غير عضو وبيشتغل برايفت مع الكابتل إسين واصطته الكابتل إسين اللي بيشتغل معه برايفت بفلوس في الشهر أحمد إسين السيد غير عضو محمد يوسف سعد غير عضو ولكنه كفر أخلص وأفتح تليفونات يا جمعة حمزة محمد عشام عضو وكان فريق 12 عمار أمين غير عضو وابن مدرب ياسين أحمد محمد عضو وابن مدرب كمان محمد كمان عضو سيف الدين أشرف غير عضو وكان دكة على مدار الموسم اللي قعد وبياخد برايفت مع الكابتل إسين هو واخته أنا بقول عضو ومن بيترو جد وبياخد يا قائد غير برايفت مع الكابتل إسين الكابتل إسين ده معد يا جماعة مين هو الكابتل إسين ده معرفش تعرف يا أدني مين الكابتل إسين ده آدم أحمد موحي غير عضو ولكنه من فريق 2011 لسنوات وكف التقييم النهائي لفريق 2013 نسبة الأعضاء بيقولوا يا التقرير خلصناهم من بيترو جد وأبناء المدربين والبرايفت الخاصة بالكابتل إسين 80% أهو يا فندم أدي النسب نكون أنا كتاب أهو أدي النسب أدي النسب أهو واخد مالك إده في الأخي الكابتل ملحوظة من مجموعة 16 نائب المبعوثين مع الإلم إن باقي فريق من بيترو جد ووسطة من الكابتل إسين تصل لإجمالي 64% من العدد آه ده هو كتبينه حرفيا وده ما تضع من على السيستم بتاع بدر حمد وبعد تنهولي الأعضاء تعال بقى يا فندمه تعال بص أنك دول اللاعبين مهمين جدا موسطة عليهم سيدنا لقمان دولك تقول لقمان بقى أنك من مواليد 2013 الغير أعضاء في النبي حمزة حسين شعبان ده من بترو جد ده ابن الكابتل إسين نفسه يا أحمد ابن الكابتل إسين غير أدو ولم يختبر ما ينفعش ده يا جماعة ده حمزة حسين كابتل إسين ده 68% يا جماعة ده الكابتل إسين ده إيه ربنا يجعلنا من درويشه ربنا يجعلنا من درويشه يا عادي بشوقري عبد النصر زدان خلي محمد يشوف النت في إيه النت رجع يا جماعة في مشكلة في النت رجع كده أحمد رجع أيوة تعالى بقى نمرة اتنين في الموسط عليهم قوي بقى نمرة اتنين في الموسط عليهم قوي إسلام ياسر عرفة من بترو جيت غير عضو ومصير لكن وصلتهم كبيرة أسامة منذر كامل من بترو جيت غير عضو وصير لكن موسط عليها يلا يا أبا عالي يا أبا عالي تيم عماد رضوان غير عضو واصل جدامه واصل ربنا يجعلنا من دروش الواصلين زياد محمد نبيل من بترو جيت غير عضو خلي باركم ناجي بترو جيت بريء من القسطنية عشان ما حدش حقد الإدارة في جملة مفيدة ده هي ناس جابت الناجي من بترو جيت الشروة أعتني اللي يتفع خمسين واللي يتفع عربعين واللي يتفع ستين ويتأيد عمر أبو ضيف غير عضو وأنس يا جماعة ردت على تليفونات أعضاء الزمالك لن بخلص أنس إبراهيم حسن بترو جيت غير عضو بص يا باشا غير عضو ده ما هي ده كشف البركة ده الكشف هي اللي محدي الفلكات والكبال ده الكشف بتاع المحسوبين أهو شايف أهو والأستاذ أحمد واجه معايا الفيديوهات دي اللي مرتدش عرضها مبارح وعرضها زميلي هاني حتروت الزمالكاوي هاني حتروت الزمالكاوي مش أنا يعني بشكري هاني حتروت واللي دخل معه حسين السيد هاني حتروت واللي تكلم عنده حسين السيد هاني حتروت مش عبد النصر زدان أنا ما بشتغلش يوم اللي اتنين ولا الثلاث كشف كشف على سبيل المثال وأوريكم تعالوا بقى للسباحة ده أنا بشعر أنا هكتفب ده إهداء مني الهاني شكري هي دي الأعضاء اللي انت بتحبهم هم دول الأعضاء اللي انت كايت ترد حقهم النضاع هم دول الأعضاء اللي اتظلموا وكاين تردوا المظالم ليهم وهو ده عبد النصر زدان اللي بيهد النادي بعد ده كله للأسف الشريط أنا مش مصدق الهرب علي يا هاني شكري الهرب علي أبطل هلك المهنة أبطل هلك أهدي ولا تفرق معايا أسيب لكم البلد وأمشي ولا تفرق معايا برضي الدنيا مولعة علي شتومة بالأم وبالأب وبأقزر الألفاظ بما تشتموا للناس اللي غالي السباحة اللي حصل فيها يا حمد دائما قلتك كابتن كده الدنيا في السباحة وخاصة في مواليد 2014 الأمور هناك يعني غزبانين بشدة كابتن من قرار رحيل المدرب الخاص بيهم فهما مش عارفين إيه السبب يعني خاصة أن المدرب يعني كفئ جدا كابتن ومدرب على خلق آآ جميلة وما حد شاف منه حاجة وحشة طوال فترة اللي كان متواجد فيها داخل نادي الزمانية لكن يعني الأحداث اللي بتعرض داخل نادي الزمانية يعني شعرتهم إنهم مشوه عشان خاطب يجيبوا أحد الأقارب بقى أو أحد الناس اللي تبعهم مكان هذا المدرب كل الأطفال وكل الناشئين آآ والأولاد أولياء الأم يعني أولياء الأمور مش عايزين يروحوا تاني يا كابتن ودي حاجة حاجة مش كويسة جدا إنه إنه يبقى المدرب أو يبقى الطفل تعالب المدرب بتاعه وكمان المدرب بيحسن المستوى ويتوره وشايف إنه فيه تطور وخصوصا أنت داخل على بطولة فهذا القرار غير آآ مش عارف يعني حدش عارف ليه هذا القرار والمشكلة كابتن أي حد بتكلم داخل نادي الزمالك بيتم يقافه عن دخول نادي الزمالك ويعني الفيديوهات وكل هذه الأمور وضحت كلامنا يا كابتنى بناصب ووضحت كل أمور اللي حبقالنا شهر ونص من التكلم في هذا الأمر ويمكن حضرتك من أوائل أوائل الناس اللي تكلمت في هذا النوضوع محدش كان مصدق أو مش محدش ما كان مصدق الناس كانت بتكذبك والناس كانت بتقول أنت بتعايز تعمل صورة داخل وعايز تعمل ومش عارف إيه وبتحرد بتحرد الأعضاء وبتحرد الجماعية العلمية لكن هو شفنا كل خلاص الريحة بدأت تفوحة كبت الريحة بدأت تطلع والفيديوهات والصور ده خير دليل وإحنا نفرضنا بالعديد من الفيديوهات والصور وده الوقت الإعلمين فكرات الأخرى بدأوا يتكلم في الموضوع إذن إحنا إحنا كنا منتكلم صح حداركو تبتكلم صح حداركو مش لا تقصد من هذا الأمر نادي الزمالك لكن أنت تقصد مصلحة نادي الزمالك وإن فيه هناك شيء غريب داخل نادي الزمالك إحنا منحاول نصححه وده اللي حصل في جلسة أول أمس مع الأعضاء وبدأت بكرارات مبارحة كابتن بدر حامل طلع قرار كلا كابتن بدر حامل طلع قرار بعد التعينات وأسماء برضو عليها علامات استفاهم كتير أشكرك شكرا جزيلا يا أبو أحمد